أقول ألو يا عمد أبوس مبدئيا هارض لك البنتين بتوع النهاردة بس مش هقول لك أكتر من كده نفس في أي موضوع وانت فصل كده مع كابتيناني بعد ما مبس عليكو طبعا بزاير فيه أيوة بنمس عليك طبعا الأول نفسك فيه نفسك عليكو طبعا أهلا بيك طبعا المدير الفني النادي المقولين واللي عامل طفرة حقيقية فيه طبعا منظومة نادي المقولين على مستوى الفريق الأول طبعا بنحييك وبنقول لك أهلا بيك في بيتك في البيت الكبير أشكرك كابت الأهلي طبعا وأكيد ومسي على تهام وعلى بركات أهلا بيك يا كابت وبالك طبعا للنادي الأهلي البطولة 42 حقيقية تشرف موسم محترم جدا من أول مباراة لأخذ مباراة أداء قوي جدا على مدار الموسم إن شاء الله بإذن الله تكمل كمان بطولة أفريقيا إن شاء الله إن شاء الله مبروك للنادي الأهلي ومجلس الإدارة وجمهور النادي الأهلي الكبير والجهاز الفريق مبروك علينا كلنا كنت بتقول إيه وهو دخل معنا عاطفون بقول له هرض لك على البنتين بتوعه النهاردة بس الحمد لله عمدة يعني برضو أما بنقول برضو نقطة أحسن من ما فيش يعني والله كان خلاص راحل ما فيش لكن الحمد لله يعني الجنب الآخر كده يعني ده توفيه ربنا وأنت عارف الكرة أنت ملك التسعين برضو ما عليش يا أعماد والله بس أنا حاسس والله يعني الفترة الأخرانية حاسس فيه بتبدلك يعني مثلا كل ما بتجيلك مثلا الفرصة مثلا أن أنت تقرب أو تنط مثلا أنه واحد قريب من التاني يطالك الفار يطالك الفار يطالك الفار يطالك جون ويحسب عليك كون أنت يا مطشي كونة كده أه حصلت النهاردة أنا كنت سامع في الراديو وسمعت أن أنت تحسب لك ورجع فيها ورجع فيها واللي حسبت علينا برضو كان ممكن ما تتحسبش الكرة في السريعة جيد طبق الرجل تسيه وبعدين طلعت لإيب سروها كان ممكن ما تتحسبش فدي حيات طبعا داخل فيها التحكيم وداخل فيها الفار بشكل كبير لكن هو طبعا عارف كل شيء طوفي الله ربنا سبحانه وتعالى يعني الموضوع بالمطشي كان شوط الأولى إحنا كنا كويسين جدا ما عرفناش نحسم الأمور في الشوط الأولاني وكان لنا فرصة مهمة فاولة العب 18 كانوا رايب جدا لسامير دعت يتردت علينا بضربة الجزاء اللي داخل فيها الهاتف بس ما شاء الله أعماد بصراحة يعني أنت طبعا تعرف أنت أخويك كبير ويعني نجاحاتك ديت يعني والله أنا يمكن أعماد ويمكن أول مرة أتكلمك كلام ده ويمكن بكلمك في التليفون وما بقولكش الكلام دوت والله بس يعني فرصة تقوله على الهواء نجاحاتك بجد ديت يا أعماد حاجة مثلا أنا يعني أنا لو أبعملها النفس والله ما أحفرح بها كده يعني أنا حرحض لك بأمانة والله أنت عارف إحنا عيشة حتى في قوضة واحدة سنين طويلة ما دي مش عارف الكابتن هاني عارف كده ولا لا لا أنا قوضة واحدة قوضة واحدة يا بيه قوضة واحدة يا بيه عيدة أربع خمس سنين والنادي الأهلي أربع سنين 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 في قوضة واحدة يعني عملت معا ايه ده يا عمدة في قوضة واحدة السنين دي كلها بص سبحان الله الشخصيتين دول ميركبوش مع بعض قوضة واحدة أيها طويلة خلص يعني بص شخصيات أنا وعماد النحاس مختلفة تماما يعني بص عماد ده يعني العقل كله بص يعني عماد رئيسي كده وبتاع وبتاع الهدوء وبتاع ويهزر ويديك الاف برضو حتى بس هو بيهزر ويديك الافيه دولك هو ما بيتحكش برضو عارف انت هو مكشر كمان يعني هو مكشر ومرأة حتى الافيه إنما طبعا واحد بيهزر في اليوم 24 ساعة بيهزر الـ 24 ساعة لا بيقول مش بهزر 24 ساعة في 24 ساعة واحد جاد 24 ساعة بس كان فيه ميزة ان هو يحكي لك سيناديو المباراة بعملها ازاي ها يعني عايش برضو المباراة بيفكر في الماتش عشان الناس ما ديفتكرش إنه على طول زار لا هو الفكرة الفكرة إنه بيقرى برضو الماتش أكثر حد ضحك على الناس يصدر للناس إنه هو بتاعه زار وهو جد جدا في الشغل بتاعه حقيقي وده أكبر دليل في الملعب أكتر لعيد يعني أنا بقول لها الحمد لله أنا لها الشرف إن أنا وبركات يجي البركات ودريكة ووائل شادي وكشاوي وأعماد وإسلام الشاطر وجيل بيرت وفلابيو ومتعب حسن صفا حسن عشور مش عايز أنت حد المجموعة دي بتاعاتنا أربع خمس سنين قلت جمعة ولا لا؟ أوعدكم ما قلتش جمعة قلت جمعة إيه 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 وبعدين مجموعة اللي جات بعد كده يعني كان موجود معنا محمد عبدالله أحمد فاتحي ده كتير المجموعة كل الناس اللي جات معنا في الفترة دي في التويت من ألفين واربعة سين وخمسة موت من ألفين واربعة سين وخمسة بغاية موت من ألفين وتسعة مم لأ الموضوع مختلف بالصراحة براكات برا الكورة ودي أنا أقولها حتى بشغل وديه برضو بكنا أنا قلتها كتير مش 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 أول مرة براكات برضو في التلفزيون يعني الناس واخد أن براكات بتاعها زاره أول ما تولى مسؤولية لأ قدير الكورة في منتخب مصر يا جماعة ابسلوا أنا أكتر حد عارفه بحي في الشغل جدي جدا برا كورة يحب يحب الهزار لكن هو مش شخصية أنه هو هزار بس ده بالعكس في شغله جدي جدا ودي أخد كرارات وحقيقة نتمنى له التوفيق طبعا مع جهاز المنتخب الكابت المستام وكابت صاري مصطفى وكابت صاري مصطفى وكابت صاري محمد أيوب وكابت صاري معوض مجموعة محترمة إن شاء الله وصلوا من الأحلام تجربته مع المنتخب كابتن بركاتي يا كابتن عمد شايفها إزاي؟ لا مسيرة مجحة في كل شيء بركات سواء مع المنتخب وعو مع النادي الأهلي وعلى مستوى الدولي طبعا اللعيف اسمه تاريخ كبير وإضافة كبيرة كانت في قطرات كبيرة من أول كابتن الجوهري وبعدين نكمل مع كابتن خاسن شحاته مع كل المدربين اللي كانوا موجودين وتاريخ كبير كمان مع الحمد لله مع النادي الأهلي وأنا أقول ستها وجميلة إن إحنا الجيل بتاعنا ده يكون من أفضل الحمد لله الأجيال للأجيال لأن إحنا أيضا إحنا من أفضل الأجيال اللي موجودة في النادي الأداء من النادي الأهلي كل الأجيال قد cavعته عندها الميزة بتاعتها وعندها الفرحة بتاعتها وعندها البطلات اللي حيثتا للنادي وأنا أقول لك يا كابتن هنا أن النادي الأهلي هو الإضافة بينا وكل اللعيب طبع وده اللي بيبقى كابتن عماد يعني ده اللي بيبقى دايما على مرة الأسور مش سنة ولا اثنين ولا تلاتة انت كمان يعني كلنا أنا قاعد هنا عشان كنت ابني من أمداء النادي الأهل وكذلك بركاته وقلنا مش ابني النادي اللي هو مولوك هو النادي ابني النادي اللي بيقدر قيمته اللي بيقدر المكان اللي هو عايش فيه بس عايز اسألك سؤال وكنا بنتكلم مع بركات مستر منول الجزيمان ادهكش كده وقال لك زيرو 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 زي ما عملت لا بلا مدين فريقة كابتن ممكن دي تأتيها بركات لا صحيح ما حنا سألناه جاء لا بس هو الزيرو كان يعني هو كان بيتوزع لا لا عماد 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 ما شاء الله عليه يعني أنا عماد لو أنا شفت لعب كماتش في النادي الآله أنا ما أنا ما افتكر لهش ماتش وحش أو لو حتى كماتش مش موفق أو عماد مثلا غلط غلطة كبيرة أو انت ما تفتكرش الكلام ده قصلا لا حي لا حي كان ياخد الكورة وكان يعمل الهاجمة والناس اللي بتلعب كورة تحت رجل ديك الباص يبدأ بهاجمة كان ساعات يخش عليه المهاجم كان ساعات بيقع قلبنا وبيعمل حاجات كده كان ساعات برضو دماغه بتاعلى لا لا ده كان ساعات اللعيب يمدخل عليه ومحططها له من بين رجله دوة دوة وواقف برضو آآ وما فيش توطر ولا أي حاجة لا أعمال دماغه كبيرة بيلعب بدماغه طبعا قبل رجله النجاحات اللي عملها في الفرق اللي اشتغل عليها ان شاء الله السنة الجاية تكون في أفراقيا كابتن عماد في الشرية في أسوان كان فيه تفرة في أسوان قبل كده الفترة بتاعة عماد النحاسة بعد غيابات كبيرة تفرة كبيرة في أسوان ودلوقتي مع المقولين العرب يعني فرض نفسه دلوقتي الناس تتكلم عماد فأي ترشحات لازم يتقال عماد 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 فطبعا كل ده شغل هو هو اللي بيتكلم عليه بصراحة يعني شغل بيتكلم عليه تاعب ومستقبل كبير يا عمد يا ربي يا ربي وفاقك وتعمل قد اللي انت عملته كده ميت مرة ويا رب وتكسر الدنيا وانتوا ان شاء الله مع المنتخب وبركات بإذن الله وان شاء الله كبتن عماد طبعا بنشكرك وقبلي بنشكرك ونيفل معاك طبعا طموحات الوصول للبطولة الافريقية الكونفدرالية على اقل اكيد لسه موجودة لنادي المولين واكيد هيحارب عليها الاخر لحظة اكيد يا كبتن والله كان نفسنا النهاردة يعني نفتح من بدل ونغير شوية تقولت الفيك اللي بتاعنا ان احنا نخش النافس على المركز التالي كان المكسب النهاردة يفرم معنا بشكل كبير ووصلنا لبنط واحد وخمسين كان يفرم معنا بشكل كبير اولا نبدع نادي الاتحاد ونادي المقاصة وفي نفس الوقت حطتنا مع المنافسة القوية مع نادي بيرامس طبعا على المركز الثالث لسه موجودة المنافسة كبتن لكن لسه فيه ست مبريات لما نشوف ان شاء الله الست مبريات نقدر نجيب منهم كم بونط ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق كبتن نحننا من اول سنة ان احنا نكون موجودين في المربع صحيح وده اللي احنا الحمد لله شغالين عليه وكي من فترة الوافع الكورونا كنا من الاندية اللي تطلب ان الدور يرجع من الحياة اللي كانت عاملة علينا برضو عبء يعني انت مش كل المواسم المولين يبتدوا الدور الاول كويس وبعدين يكمل الدور الثاني هذه من الحياة اللي كانت عامل لنا جزء مخاوف شوية لكن الحمد لله بدأنا بشكل كويس سرزا ان احنا نجمع عدد نقط بشكل الحمد لله كويس مكملين في المنافسة ما عنديها كبيرة انا بستثني طبعا النادي الالك والنوة يحصل ببطولة بسبع جوالات لكن المنافسة خوية جدا نقطة نفس الزمالك ونادي البرامز واحنا عادي الامكانات اللي بيننا وبينهم امكانات كبيرة يعني حتى مجموعة اللعيبة امكانات المادية فده شيء يحسب لنادي المولين يحسب لإدارة لنادي المولين اكيد منص محسن طراح منص محمد عادل ويحسب الجاز الفني واللعيبة اضرارنا على لقوة المربعة ان شاء الله وده حلم بالنسبة لنا ان احنا موجودين في افريقيا ان شاء الله القادم بإذن الله ان شاء الله كابتن عماد بالتوفيق دايما وان شاء الله بإذن الله المقولين العرب في المربع الدهبي بإذن الله شكرا جزيلا كابتن عماد النحاس شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك